دائماً إحنا بنحكي إنه في بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة ولازم نكتر من البكتيريا النافعة لكن ممكن يصير في عنا فرط في نمو البكتيريا الدقيقة صح هاي المشكلة دعنا تسمى سيبو Small Intestinal Bacterial Overgrowth أو اللي هو لما يكون نسب البكتيريا عندي بالجسم أعلى من المستويات الطبيعية طبعاً في عندي مسببات عدة هلأ رح نذكرها ولكن لحتى نبسط بالموضوع شو يعني السيبو أو شو يعني لما يكون في عندي فرط في نمو البكتيريا اللي بتكون موجودة عندي بالأمعاء الدقيقة نعم بشكل عام البكتيريا بتعمل على دور أساسي في الهضم بمساعدة الهضم باستخراج المواد الغذائية بإنتاج بعض من الفيتامينات والمعادن وبالأخص B12 ولكن في بعض من الحالات بصير في عندي نمو إما للأنواع بكتيريا خاطئة فبصير في عندي البكتيريا الضارة بتنمو أكثر من البكتيريا النافعة وهون بصير في عندي تباري بالامتصاص للمواد الغذائية وتختار أو تنمو البكتيريا الغير صحية عندي بالجسم أو في بعض من الحالات حتى البكتيريا النافعة بتنمو لدرجات بتصير ضارة في بعض من الحالات ليش هذا النمو بصير؟ لأنه بيكون في عندي عوامل معينة تنقص بالجسم فبالتالي بتصير هاي البكتيريا بالأمعاء الدقيقة ومش بالأمعاء الغليظة تنمو أكثر وعادة هي مكانها الطبيعي هو بالأمعاء الغليظة عندي طبعا نسب بكتيريا بالأمعاء الدقيقة ولكن مش مفروض أنها تكون بنسب مرتفعة لما يصير في عندي هذا السيبو لهو فرط في النمو إما بتصير أعداد البكتيريا الموجودة عندي بالأمعاء الدقيقة كتير عالية أو بصير في عندي نمو أبويردز يعني البكتيريا اللي بالأمعاء الغليظة بتتسلل للأمعاء الدقيقة وهناك بتنمو بشكل مفرط وبالتالي بتأدي عندي إلى العديد من الأعراض بتشمل أعراض فرط نمو البكتيريا عندي بالجسم أولاً بيكون في عندي مشاكل بالغثيان والاستفراغ بيكون في عنا نفخة دائمة غير معروف شو سببها بيكون في عندي أوجاع بالبطن غير مبرر كمان شو سببها ولكن بنحس بهاي النوبة من الأوجاع والأعراض مباشرة بعد تناول أي أغذية بتحتوي على النشويات كمان ممكن يصير في عندي إسهال أو إمساك يعني ما بيكون في عندي إخراج منتظم في الجهازنا الهضمي دائماً في عندي حالة معينة إما عندي فرط في الإخراج أو عندي صعوبة في الإخراج وكمان ممكن يصير في عند هدول الأشخاص نوع من أنواع التعب والهزلان وعلى المضى الطويل بيصير في عندي إعاقة لامتصاص الفيتامينات والمعادن فبالتالي إحنا لازم نشخص الحالة بالطريقة الصحيحة ومعظم حالات الـ IBS مشاكل انتفاخ القولون 80% من هدول الأشخاص عادة بعانوا من السيبو فبالتالي لازم أن يكون في عندي تشخيص دقيق الأعراض لازم أقرأها بشكل صحيح أريح القولون لحتى أعرف أقرأ الأعراض وبعد ما أقرأ هاي الأعراض ضروري جداً أني أنا ألجأ لطبيب هضمية جهاز هضمي لحتى أقدر أشخص الحالة بالطريقة الصحيحة ونعمل الفحوصات اللازمة للسيبو نعم، إذن الدكتور الهضمي هو الشخص المخول بعد إجراء الفحوصات للتشخيص لأنه ممكن يكون له علاقة بصحة الجهاز الهضمي بشكل عام وتحديداً مشاكل القولون صح حالي شو الأسباب الممكن تؤدي إلى فرط نمو البكتيريا؟ بشكل عام الأسباب عادة تتدخل بالأنظمة الكيميائية اللي بتصير عندي بالجسم اللي بتحدد كميات البكتيريا اللي بتكون موجودة عندي في بعض من الحالات إذا بيكون في عندي ضعف في إنتاج الهايدروكلوريك أسد حمض الهايدروكلوريك من قبل المعدة بيصير في عندي فرط في نمو البكتيريا علماً بأن الأحماض بتتعدل مستويات نمو البكتيريا ففي بعض من الأشخاص اللي بيكونوا عادة عندهم مشاكل بالمعدة أو مصابين بأي نوع من البكتيريا الـ H.Pylori اللي احنا بنسميها الـ Helicobacter pylori اللي البكتيريا اللي بتعيش بجدار المعدة ممكن يتأثر على إفراز الأحماض عندي بالمعدة فبالتالي ممكن يتؤدي إلى فرط في نمو البكتيريا بالأمعاء الضقيقة كمان الأشخاص اللي عندهم مشاكل في المناعة عادة الأمراض المناعية بنشوف عندهم العديد من المشاكل بفرط نمو البكتيريا النافعة بالأمعاء الدقيقة بالإضافة للأشخاص اللي بتاخد كميات من أدوية اللي بتعالج مشاكل الارتداد المريئي أو زيادة إفراز أحماض المعدة الانتي أسد أو البروتون بومب انهيبتورز هاي الأدوية كلها بتعيق العمل الطبيعي للأحماض طبعة المعدة اللي بتساعد على تنظيم مستويات البكتيريا عندي بالأمعاء الدقيقة هاي من ناحية المعدة كمان الأشخاص اللي بتتعرض لأي من النوع العمليات الجراحية لخسارة الوزن مثل gastric bypass ممكن يؤدي هذا الشي عندهم إلى فرط نمو البكتيريا بالأمعاء الدقيقة وخاصة إنه ما بيشتغل عندي الجهاز الهضمي بالطريقة الصحيحة ثالثاً الأشخاص اللي يكون في عندهم انسداد في الأمعاء أو عدم إخراج بطريقة الصحيحة امساك مزمن هذا الشي كمان بيؤدي إلى فرط نمو البكتيريا لأنه زي ما حكينا هاي البكتيريا بتاخد وقت أطول بيضل الأكل بالأمعاء لفترة أطول فبالتالي البكتيريا بتشتغل عليه أكتر تنتج غازات أكتر بتأدي إلى إسهال أكتر وكمان ممكن إنها تطلع تنمو بشكل عمودي أفقي من الأمعاء الغليظة للأمعاء نعم يعني أنا حبيت إنك عم تحكي عن هيك موضوع عارند وخصوصاً إنه ممكن يكون سبب لعدم الراحة بشكل عام بموضوع الجهاز الهضمي شو بتنصح الناس؟ شو لازم يعملوا بموضوع الأكل؟ ولا أدوية ولا شو الحل بيكون؟ بشكل عام لازم إنه نحن نعالج المسبب الرئيسي دائماً السيبو بيكون مسبب بسبب المرض نفسه فأنا لازم ألاحق المرض وين المرض عندي بالجهاز الهضمي؟ ولازم أعالج هاي المشكلة وانس أنا بعالج هاي المشكلة بقدر إني أنا أعالج فرط نمو البكتيريا بالأمعاء الدقيقة فالهدف أنا أنه أنا أعرف وين المشكلة الأساسية وأعالجها إن كانت المشكلة بالسكري إن كانت المشكلة بالأمراض المناعية إن كانت المشكلة عندي بسوء الهضم أو بالبكتيريا الحلزونية الهليكوباكتر بايلوري اللي حكينا عنها لازم أعالج المسبب من بعدها لازم أنه أنا أأخذ بعين الاعتبار الأعراض اللي عم بشعر فيها بسبب فرط نمو هاي البكتيريا بتشمل هاي الأعراض صعوبة في الإخراج أو زيادة في الإسهال بالإضافة أنه بيصير في عندي إعاقلة امتصاص فيتامينات بي 12 لأن هاي البكتيريا بدل بتنتج بي 12 بتصير تستخدمه كمان بيصير في عندي إعاقة لإفراز الأحماض أو الأملاح اللي بتساعد على هضم الدهون فبالتالي بيصير في عندي دهون في الإخراج بالإضافة أنه بيصير في عندي إعاقة لامتصاص الفيتامينات والمعادن اللي بتدوب بالدهن مينلي فيتامين A, D, E, and K فبدي أنتبه أنه أنا يكون عندي نسب صحيحة من هاي الفيتامينات وكمان بدي أنتبه لمستويات البروتين اللي عم بتناولها لأنه هاي البكتيريا كمان بتصير تتغذى على بروتينات الجسم ممكن على المدى الطويل تأدي إلى ضعف في محتوى الدم من البروتين وكمان ضعف بي 12 والفيتامينات اللي بتدوب بالمي مثل الفيتامين D بالأخص فبالتالي شو لازم أعمل؟ هاي البكتيريا عادة تتغذى على مصادر النشوية فأنا الأفضل إذا أنا عندي هاي الأزمة حاليا أنا عم بمر فيها ضروري جدا أني أنا أمشي على نظام غذائي خالي تماما من النشويات لحتى أعيق غذاء هاي البكتيريا بطل عندها أكل ما عم تنمو ما عم بزيد العدد عندي فأول ستب بدي أشيل النشويات تماما وعادة ممكن نلجأ للكيتو دايت بهاي الحالات لحتى نستثني النشويات من غذائنا والنشويات بتشمل الخبز، الحبوب، القمح، كل أنواع الحبوب بشكل عام الفواكه بالإضافة للمحليات الإصطناعية، المحليات الطبيعية وأي نوع من الأغذية اللي بتحتوي على السوكرالوز، الفركتوز والكاربوهايدريت فأنا بدي أبتعد عن كل شي بيحتوي عن نشويات ثانيا عادة إحنا بنلجأ للمضادات الحيوية بشكل أكيوت فيز يعني بالفترة القصيرة لحتى نحن نعالج فرط نمو البكتيريا ونقلل من أعداد هاي البكتيريا اللي موجودة عندي بالأمعاء ومن بعدها بصير أنا أعمل ألمانيشن دايت واللي هو النظام الغذائي اللي بيعتمد على أعراض اللي الجسم بيعطيكي إياها كل شخص البكتيريا الأوفرغراث اللي عنده بيتعامل معه بطريقة مختلفة مرات الأشخاص بتتدايق من الألبان والأجمعان، مرات من النشويات فبالتالي اتباع حمية فيها ألمانيشن هو الأساس شكراً رند ديسي أعطيكي ألف عاطي على هاي المعلومات المهمة شكراً لإقدام